صاروخي على قاعدة التاج التي تضم قوات أمريكية وأخرى للتحالف الدولي في بغداد نفذته الميليشيات المرتبطة بإيران أسفر عن قتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني فضلا عن 12 جريحة وجاء الرد سريعا من وزارة الدفاع الأمريكية التي بدأت الهجوم على هداف مختارة وصفتها الوزارة بالدقيقة وقد شملت أكثر من 34 موقع للميليشيات في جرف الصخر ببابل ومطار كربلاء ومقار أخرى في واسطة والبصرة وصلاح الدين خلفت عشرات الجرحى والقتلى بينهم القائد في الحرس الإيراني سيمند مشهدي بهذا الهجوم وهذا الرد يتحول العراق مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة على السيطرة والنفوذ فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أمريكا بدأت بالفعل تقليم أضافر الميليشيات المورية لإيران في العراق والحد من قدراتها الصاروخية لاستهداف المصالح الأمريكية وهو ما أكده وزير الدفاع ماركس بير بقوله ما يهدد مصالحنا فلن يفلت من العقاب الخارجية البريطانية أعلنت نقوات التحالف الدولي ستستهدف أي مجموعة تقوم بأعمال عدائية في العراق ومن جهتها على القيادة المركزية الأمريكية أن هدف الضربات الجوية للميليشيات في العراق كان تدمير القدرة التسليحية لميليشيا حزب الله أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون فقد أكد توحيد الجهود والتعاون للتصدي لتأديدات إيران وأوكلائها في العراق الضحية والمتضرر الأول في هذه الصراعات هو العراق الذي يعاني أوضاعا صعبة على الصعود كافة والتي تتخطفه من كل جانب للنيل منها